تتفق يعني أن طالد أنا أعتقد أن ليفرق بمستواه هو السد السد ما أخذ خطوات للأمام أكثر من الثلاثة لندية الأخرى مباراة تتحيل والغرافة أنا أعتقد أنها بكرة تستحق المشاهدة بكثافة بحكم أن أعتقد أن تكون مباراة تموتيرة ما يوجد الفارق الكبير بين ادحيل والغرافة إذا كان القرافة بوضع طبيعي يعني ادحيل فريق كبير لا شك ولا أحد يقدر يشكك فيه وعنده أفضلية بسيطة على القرافة لكن مثل ما تكلم بمحمد وقال لك المعنويات مهمة دعم الفريق في ذي الوقت مهم فأنا أعتقد أن مباراة الإدحيل والغرافة هي بتكون يعني الأقوى في المنافسة بخصوص المباراة الأخرى بين السد والريان يعني السد هو متفوق من بداية الموسم على كل الفرق وعنده خطوات للأمام أكثر من قيرة لكن الريان أيضا معروف عنه بقوة حماسة بروحة إذا وجدت هذه الأمور تخفي شيء الكثير من هذه أعتقد أن العربي قدر يلعب مباراة ضد السجف النهائي مباراة جيدة كانت تعبئة تمزين وشكل فالمباريات هذه المهمة ما لها مقياس معين أنا أعتقد الجدية والحرص والحماس يحقق نتائج طيبة اشتركوا في القناة